إذا أكد وزير النفط العراقي أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط إقليم كردستان العراق معلنا الاستناد إلى كل الأدوات القانونية والشرعية التي تساهم في تنفيذ القرار بدوره أكد وزير المالية العراقي علي علاوي أن تجاهل الإقليم إقرار المحكمة قد يمنع الحكومة من تثبيت حصة الإقليم المالية داخل الموازنة العامة للبلاد تأتي تصريحات علاوي عقب تجديد زعيم إقليم كردستان العراق مسعود برزاني رفضه الاعتراف بقرار المحكمة الاتحادية ووصفه قراراتها بالانتقائية هذا وقد بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسعود برزاني مع وفد عسكري وأمني عراقي التعاون بين الجيش والبشمركة وأشدد برزاني خلال اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين بغداد وأربيل لسيما في المناطق المتنازع عليها بهدف التصدي للإرهاب دائما في العراق ذكد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة وقف التوترات التي تهدد أمن الأجزيديين جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب استقبال صالح وفدا من أهل سنجار لبحث الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في المدينة أكد البيان أن الاعتذاءات التي تعرضت لها سنجار مدانة ومرفوضة وأن التوترات الأمنية التي تهدد الأجزيديين غير مقبولة شدد أيضا على أهمية العمل عبر الحكومة الاتحادية والإقليم لإنهاء هذه المسائل شكرا